فالآن الغثائية في هذه الأمة من يوم أن سقطت دولتها المركزية خلافتها العامة فقدت وزنها السياسي فلا تكاد تجد الآن هذه الأمة المليارية التي تقارب الآن المليارين تقريبا لا تكاد تجد لها صوتا مثلا فيما يعرف الآن بالمجامع الأممية وعندما أنشئت المنظومة الدولية راعت الاعتبارات للمنظمات أو الكنائس الثلاث بروتستان والكاثوليك والأرثوزوكس ولكنها لم تضع أي اعتبار للحالة الإسلامية هذه الحالة الضخمة وكثيرا ما ينبه الرئيس أبدوغان رئيس دولة تركيا حفظه الله على هذه القضية في كل المحافل ولعله أشار إليها الآن ذات أن ما اجتمع مع الدول الأفريقية أشار إلى هذه القضية كيف أن دولة أو كيف أن كتلة ضخمة مثل الكتلة الأفريقية لا اعتبار لها مثلا في المنظومة الدولية هنا أتكلم كقارة وكيف أيضا أمة بامتداد الأمة المسلمة التي هي الآن ممتدة على القارات كلها أيضا لا يكون لها أي اعتبار ولا وزن سياسي في المنظومة الدولية من هنا حقيقة تأتي قضية أن ما نتكلم فيه من قضية الأقليات سنلاحظ أن الأقليات هي عرض وأن المرض هو أعمق بذلك المرض هو ضعف هذه الأمة الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالقثائية وطبعا المسألة تحتاج إلى منظور كذلك فيما يتعلق بالإصلاح والخروج من هذه القثائية وكيف تكون أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله مثلا في حديث آخر عندما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد صلى الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم وفي رواية حتى تراجعوا اشتركوا في القناة